الحقيقة أنا النهاردة كنت حريصي أن أبدأ الحلقة وأتكلم عن روح الفانيلا الحمراء لأنه بعد مباراة مبارح لا صوت يعلو على صوت أهمية استعادة اللاعبين للروح الفانيلا الحمراء اللي هي سر الانتصارات والبطولات على مر التاريخ روح الفانيلا الحمراء والعزيمة هي شعار ثابت لدى كل من يرتدي تشيرت المارد الأحمر كان بطولة توقع البعض أنها بعيدة المنال بسبب اقتراب الوقت من الانتهاء ولكن إذن بعذيمة وروح الفانيلا الحمراء تظهر داخل الملعب ويعود الأهلي ويحقق الفوز هو ده اللي احنا مستنيينه من لعبة النادي الأهلي اتكلمت مع حضراتكم في بعض الفنيات أو بعض الأمور الفنية اللي لعبت النادي الأهلي كان يجب عليهم أن هما ينفذوها مبارح نحن كلنا زعلانين كلنا كجمهور النادي الأهلي زعلانين وبالمناسبة للمرة التانية أنا مبارح قلت هذا الكلام وحقوله النهاردة من حق جمهور النادي الأهلي أن هو ينتقد لاعبي وعلى اللاعبين أن هما ينصتوا لانتقادات جمهور الأهلي على اللاعبين أن هما يسمعوا كويس جدا 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 ويبص في الأرض ويرد من خلال الملعب فقط لغير كلمت مع حضراتكم من بارح في بعض الأمور الفنية ولكن لما قعدت فكرت النهاردة أنا ومجموعة الإعداد اللي موجودين معنا لقينا أن أهم حاجة كانت تنقص الفريق في مباراة مبارح روح الفنية الحامرة لأن روح الفنية الحامرة هي أسطورة خالدة زي الأهلي فوق الجميع وزي الأهلي بمن حضر دائما هذه هي مبادئنا مبادئ القلعة الحمراء اللي خلت النادي الأهلي الأول في كل شيء وعلى القمة دائما روح الفنية الحامرة دي لها مفعول السحر في إعلاء قيمة ونتائج النادي الأهلي ودايما بتثير الرعب في نفوس المنافسين محليا وإفريقيا عندما تغيب روح الفنية الحامرة بنشوف اللي احنا شفناه في مباراة سموحة بتجد اللاعبين بعيدين عن مستواهم تماما عشان كده جماهير النادي الأهلي دائما تطالب بإيه؟ عودة الروح الفنية الحامرة حتى يعود الفريق للمصار الصحيح الأداء الفني متغير المنافس متغير اللاعبين والأجهزة الفنية متغيرين ولكن الثابت هو شيء واحد فقط هو سر بطولات النادي الأهلي وهي روح الفنية الحامرة في جينات متواصلة وحاضرة دائما دايما ولكن المستوى الفني والبدني والخطط مهم جدا طبعا وانا اتكلمت فيه مع حضراتكم وقلت ان احنا عندنا أخطاء واضحة ان احنا تخيل حضرتك ان احنا تسعين دي أمبارح ما روحناش للجن مرة ده من الناحية الفنية ولكن هو ايه اللي كان بيخلينا نكسب حتى وإحنا وحشين حتى وإحنا وحشين ايه؟ روح الفنية للحامرة مسندت ودعم جمهور النادي الأهلي عشان كده جمهور النادي الأهلي يعني مش زي اي جمهور بتبص على النتائج مش بتبص على نتائج بس يعني لأنه ممكن تخسر ممكن تخسر في ماتش يعني والجمهور تكون فرحانة وتندح عليك وتسقفلك وشوفناها أنا شخصيا وأنا لعب يمكن أنا مخسرتش كتير لكن وإحنا لعبين الجمهور حتى في مباراة كنا بنخسر مع أنها قليلة جدا لكن كانت الجمهور بيسقفلك ليه؟ لأن انت بزلت المجهود وكانت روح الفنية للحامرة واضحة عليك شايفين أن اللعبة بتموت نفسها الآخر ثانية وبيلعبوا بروح الفنية للحامرة فعندما تغيب روح الفنية للحامرة بيغيب كل شيء بقى يعني قولي اللي انت عايز تقوله قولي أن أنا عندي مشاكل دفاعية قولي أن أنا عندي مشاكل في وسط الملعب قولي أن أنا عندي مشاكل هجومية قولي أن أنا عندي مشاكل في الجهاز اللي انت عايز تقوله قوله لكن إذا عادت روح الفنية للحامرة دائما هي الأساس في كل شيء